اهلا بكم طلاب تانية سنوي في حلقة جديدة من كامستريزون. النهاردة هنتكلم عن في خلصنا اللي تكلمنا فيهم عن وشفنا ازاي الاتم او التطور من ديموكراتس لاريستوتل وبويل ودالتن وبعدين اه خدنا تجربة تومسون وراذرفورد وبعدين خدنا مع بور وشفنا والتصحيح بتاعها في المودة الاتوميك ثيوري ووقفنا في المودة الاتوميك ثيوري عند شرودينجر شرودينجر والويف بتاعت شرودينجر عملت لنا اربعة كوانتم نمبر وهو موضوع درسينا النهاردة الاربعة كوانتم نمبر موضوع درسينا النهاردة مهمتهم او اتعاملوا مخصوصا علشان يحددوا مكان الالكترون جوالاته والبهيفير بتاعته والاوربيتال اللي موجود فيه والالكترون كلاود والمين انرجي ليفل اللي بيلف فيه الالكترون والسبيني ستيت اذا الاربع كوانتم نمبر دول هما اربع اربع ارقام مهمتهم تحديد مكان الالكترون جوه الاتو او الوصول لاقرب وصف لحالة الالكترون جوه الانيرجي لفل يبقى الاربع كوانتم نمبر دول مهمتهم عاملة زي وصف العنوان التفصيلي لك بتقول عمارة ثلاثة الدور الثاني شقة اتنين لو انت عايز توصف وصف توصيفي اكتر او وصف بتقول عمارة ثلاثة الدور الثاني شقة اتنين الغرفة لو الغرف مترقامة جوه الشقة غرفة واحد لو في اكتر من سرير في القوضة فبتقول بد 1 ده وصف تفصيلي تفصيل ممل كمان عن حالتك او مكانك بالزبط اللي انت قاعد فيه الاربع كوانتم نمبر اتعاملوا بالزبط عشان يوصفوا الوصف التفصيلي لالالكترون جوه الاتم زي ما انت وصفت عنوانك كده بالتفصيل طب الاربع كوانتم نمبر دول اسمقهم ايه في البداية كده اسموهم برينسيبل كوانتم نمبر سبسيدري كوانتم نمبر ماجنيتك كوانتم نمبر وسبين كوانتم نمبر طيب الاسماء بتاعتهم كفاية لا احنا لازم نعرف الاسم والسيمبل والرول السيمبل بتاع كل واحد الرمز بتاع اللي بياخدوه كل كوانتم نمبر الفاليوز لو فيه ارقام بياخدها كل كوانتم نمبر ومهمة كل كوانتم نمبر فيهم نبتدي بالاولاني البرينسيبل كوانتم نمبر اسهلهم واخفوهم واشهارهم البرينسيبل كوانتم نمبر بيحدد المين انرجي ليبل وبالتالي بيوصف الديستنس بتاعت الالكترون من النيوكلس طيب بما انه بيوصف المين انرجي ليبل احنا نعرف كام انرجي ليبل موجودين جوه النورمال اتم نعرف سبعة انرجي ليبل اذا ان اللي هو البرينسيبل كوانتم نمبر هياخد ارقام من واحد لسبعة ليه؟ عشان هما دول السبن مين انرجي ليبل اللي احنا نعرفه اللي هما الكي ال ام ان او بي كيو 1 2 3 4 5 6 and 7 فلما اقول لك مثلا انا الالكترون اللي هتكلم عليه موجود في n equal 4 n equal 4 دي يعني الالكترون اللي بتكلم عليه موجود في الفورث انرجي ليبل اللي هو n n equal 3 يبقى بتكلم على الالكترون موجود جوه ليبل m third main energy level طب هل البرينسيبل كوانتم نمبر ليه وظائف تانية ليه مهمات تانية جوه الاتوم بيقدر يوصفها او يقولها لنا او ايه تاني وظيفة بيعملها البرينسيبل كوانتم نمبر غير انه بيديفين البرينسيبل الانرجي ليبل بيوصف يعني يقول لنا اكثر عدد من يقدر الانرجي ليبل يشيلها طب عن طريق ايه بيعمل الوظيفة دي او بيعمل المهمة دي عن طريق اللي قدامنا هنا دي ازاي بيعملها لو عايزين نتوقع عدد الالكترون اللي موجودة في الكي الكي ده اول انرجي ليبل وبالتالي لو استخدمنا الرول 2N square بنعوض مكان الان دي بنسبستيوت الان دي ب1 فتبقى 2 times 1 square equal 2 لان 1 square ب2 1 square ب1 times 2 ب2 يبقى اول انرجي ليبل كان كاري ماكسمم 2 الكترون that's why قالوا لنا في اعداد ارسل من نيوكلس وحط اول انرجي ليبل وحط فيه اتنين بس معرفناش هو ليه بيشيل اتنين بس ليه ما بيشيلش تمانية زي اللي بعده ليه ما بيشيلش 18 زي اللي بعده طيب تعالوا نشوف كده الجدول اللي فيه الاركام بتاعة كل الانرجي ليبلز اللي احنا نقدر نحسب لها maximum number of electron باستخدام الرول 2N square الاول بيشيل اتنين التاني بيقدر يشيل تمانية التالت بيقدر يشيل 18 الرابع بيقدر يشيل 32 طب ليه الرول دي ما بتشتغلش بعد الفورث انرجي ليبل لان بعد الانرجي ليبل الرابع الاتم هيبقى فيها انرجي ليبل شيل اكتر من اتنين وتلاتين الكترون طب وإيه اللي يحصل يحصل الاتم تبقى ولما الاتم تبقى يبقى التوقع اللي احنا هنعمله على الورق مش مزبوط غلط فتتوقع انت للمستوى الخامس تحاول تعمله تعمل 2 times وتحط مكان الان خمسة وتعملها سكوير خمسة وعشرين 5 سكوير 25 times 2 تعمل 50 تروح بقى انت جوه الاتم تشوف العدد ده مزبوط ولا لقى تلاقيه غلط ازن الرول دي ما بتشتغلش غير لحد الانرجي ليبل الرابع ليه لان بعد المستوى الرابع هيبقى الالكترون او الانرجي ليبل شايلة اكتر من 32 اليكترون والاتم هتبقى انستابل وبالتالي البرودكشن بتاعنا اللي احنا عملناه باستخدام الرول هيكون برودكشن خاطئ وهنا زي ما اتفقنا ان الان او البرانسبل كوانتم نمبر بياخد ارقام من واحد لحد سبعة لان دول السبعة انرجي ليبل او السبن مين انرجي ليبل اللي احنا نعرفهم كي ال ام ان او بي كيو بكده يبقى خلصنا اول كوانتم نمبر وهو البرانسبل كوانتم نمبر ندخل على تاني كوانتم نمبر وهو السبسيدري كوانتم نمبر زي ما اتفقنا السيمبل بتاعه هيكون ال ووظفته او مهمته انه يعمل للانرجي سب ليبلز طب ايه هي السب ليبلز دي هي اماكن موجودة جوه المين انرجي ليبل طب احنا عندنا كام سب ليبل عندنا اربع سب ليبل اللي هما الاس والبي والدي والف السب ليبلز دول هما كأننا بنتكلم على الاماكن بتكون عالية جدا جوه الانرجي ليبل او جوه القطم حوالين نيوكلوس زي ما شرودينجر قال لنا في الموديفكيشن اللي عملوا على الليميتيشن اللي كانت عند بور وهي ان الالكترون بيلف في فكسة سيركولر اوربت هو ده بالضبط اللي احنا بنتكلم عليه هنا الالكترون كلاود او السب ليبل اللي موجود جوه الانرجي ليبل او المين انرجي ليبل اربع سب ليبل هما الاس والبي والدي والاف والسبسيدري كونتم نمبر بياخد فاليوز لكل واحد فيهم هي الزيرو للاس والون للبي والتو للدي والثري للاف طيب هو موجود كام سب ليبل جوه كل مين انرجي ليبل طيب هنتكلم على اول اربعة مين انرجي ليبل الكاي والال والان والان ده الانرجي ليبل الاول ده التاني وده التالت وده الرابع جوه الفرست مين انرجي ليبل فيه سب ليبل واحد اللي هو الاس طيب شكله ايه الاس سب ليبل ده شكله سفير او سفيريكال شيب عنده سفيريكال شيب طيب التاني الانرجي ليبل التاني فيه كم سب ليبل فيه اتنين اللي هم الاس والبي طيب البي شكله ايه شكله دمبل شيب شكل الدمبل والدمبل دي عامل زي شكل الدمبل اللي بنشيله في الجيم فيه اه نوت كده في النص وليه كتلتين من على الاطراف عشان كده بيسموه دمبل شيب بيترسم اما اه او هوريزونتل كده وهنعرف دلوقتي بتاعته ايه المهم ان احنا عارفنا عن طريق السب سيدري كوانتم نمبر الشيب بتاعت السب ليبل وعدد السب ليبل اللي موجودة جوا كل مين انرجي ليبل التالت هيكون فيه تلاتة اللي هم اس وبي ودي الرابع هيكون فيه اربعة اللي هم اس وبي ودي وف وهنعرف الباقي بقى لاتر اون لما نروح للالكترونيك كونفجريشن لكن اللي احنا عارفنا دلوقتي هو بيتكلم عن السب سيدري كوانتم نمبر السيمبل بتاعه ال بتترمين الانرجي اوف سب ليبلز الشيب بتاعها وعددها جوا كل مين انرجي ليبل تعالوا نبص كده على الوركت اجزامبل ده وهنفهم منه احنا استوعبنا البرينسبل كوانتم نمبر والسبسيدري كوانتم نمبر مع بعض ولا لأ what are the probable l values when n equal 4 n equal 4 يعني بنتكلم على انرجي ليبل نمبر 4 اللي هو الان 4 احنا نعرف ان فيه كام سب ليبل في الفورث انرجي ليبل نعرف فيه اربعة سب ليبل اللي هم الاس والبي والدي والف طب ال values بتاعت l للس بكام بزيرو والبي بون والدي بتو والاف بثري يبقى اللي هو الاختيار c علشان كده الاختيار هنا الصح هيكون c اللي هما الزيرو والوان والتو والثري تعالوا نشوف الاجابات التانية الغلط ليه هنا zero one and three طبعا مفيش طو عشان كده الاختيار ده غلط مفيش الطو اللي بيرابريزنت الدي هنا zero وثري وفور مافيش ال one اللي بيرابريزنت البي عشان كده الاختيار ده غلط وهنا zero وطو والثري وفور مافيش اه فور اصلا ومافيش وان مش موجود عشان كده الاختيار ده غلط السؤال ده من الاسئلة المهمة جدا واللي بتيجي باشكال كتير جدا لكن له نفس الفكرة مين من دول مش موجود تعالوا نتخيل كده لو قدامنا الأتم بالإنرجي ليفلز بتاعتها هما دول اللي موجودين في الاختيارات فمشنكتب أكتر من كده ده في S بس ده في S وP ده في S وP وD ده في S وP وD وF ده ال1S اللي موجود في الفرست أنرجي ليفل وده ال2S وده ال2P اللي موجودين في السكند مين أنرجي ليفل ده 3S و3P و3D بننسبهم للأنرجي ليفل الموجودين فيه الأنرجي ليفل التالت فهيبقى ده 4S و4P و4D و4F ال5 طبعا هيبقى في S وP وD وF وكلهم موغدين رقم 5 اللي هو رقم الانرجي ليفل اللي موجودين فيه ال5S وال5B وال5D وال5F مين مش موجود في الاختيارات مش موجود في اللي احنا كتبنا ده يعني ال2B ده موجود اه فيه 2B اهو فده موجود وهو بيدور على الحاجة اللي مش موجودة ال3D موجود اهو ال5D موجود اهو ال3F هل فيه F ساب ليفل في الانرجي ليفل التالت تعالوا نبص كده الانرجي ليفل التالت فيه 3 ساب ليفل اللي هما الS والP والD لكن مافيش F فيبقى ده اللي اختيار صح لان مافيش ساب ليفل F في الانرجي ليفل التالت الثيرد مين انرجي ليفل دازنت كونتين F ساب ليفل ف3F هي الاجابة هنا اللي بيدور عليها او الساب ليفل نروح لـ وهو تالت كوانتم نمبر هنتكلم عليه النهاردة زي ما تعلمنا كده البرينسبل بيحدد المين انرجي ليفل الساب سيدري بيحدد الشيب والنمبر المجنيتك كوانتم نمبر هيحدد الوريينتيشن او الـ يعني ايه بقى اوربيتل اصلا هو ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي كل ساب ليفل من اللي اتكلمنا عليهم لعدد من الاوربيتل يعني الـ في اوربيتل واحد اوربيتل ده عامل زي اوضة كده او مكان اصغر شوية احنا كنا سميناه لما اتكلمنا عن شرودينجر اماكن بتزيد احتمالية وجود الالكترون فيها جوة الالكترون كلاود فاحنا هنعبر عنها على انها اوضة او اماكن معينة يقدر الالكترون يبقى موجود فيها طب فيه كم اوضة في الاس؟ فيه اوضة واحدة طب الوربيتل الواحد يقدر يشيل كم الالكترون؟ يقدر يشيل 2 الالكترون فالاس فيها اوضة واحدة وتقدر تشيل فعشان كده الاس اخر يشيل اتنين وبالتالي ده اللي خلانا في الانرجي ليفل الاولاني اللي مفيهوش غير اس بس لما كنا بنعمل كنا بنحط اتنين الالكترون بس عشان كده الفيرست انرجي ليفل طيب هنروح للجزئات التانية البي فيه كام اوربيتل؟ فيه تلاتة اوربيتل حط شاطر كده يسمعني لو هو فيه تلاتة اوربيتل يقدر يشيل كام الكترون؟ يقدر يشيل ستة لان احنا انتفقنا الاوربيتل الواحد بيشيل فده يشيل تلاتة وبعدين يشيل تلاتة كمان فيقدر يشيل ماكسمم ستة طب الدي فيه كام اوربيتل؟ فيه خمسة اوربيتل يقدر يشيل عشرة الكترون الاف فيه سبعة اوربيتل يقدر يشيل اربعتاشر الكترون وده بالزبط اللي بيحدده الماجنيتك وانتم نمبر بيقولك الالكترون وف انهي اوربيتل من الموجودين يبقى اول حاجة بيعملها الماجنيتك وانتم نمبر طبعا بياخد الرمز مل وهنعرف ليه دلوقتي هو مربوط بالل لانه بيدتروني نمبر اوف اوربيتلز ان ايتش برينسبل انرجي ليفل ويدتروني نمبر اوف اوربيتل وذن سرتن انرجي سب ليبل عن طريق الرول 2L بلاس 1 بياخد ارقام من نيجيتف L لحد بوزاتف L وهنشوف دلوقتي بيعمل ده ازاي هنمسح بس الخمسة والسبعة دول ونرسم عدد الأوربيتلز بتاعت D علشان نربريزنت عليها الارقام كلها نرسم خمسة أوربيتل كده عند D ونرسم سبعة أوربيتل عند F طيب نمسك حاجة حاجة فيهم زي ما اتفقنا طيب احنا هنعرف منين الالكترون واقف فين بالزبط عن طريق القيمة اللي هتجيلي في المل الارقام اللي بياخدها المل بتتراوح من نيجيتف L لحد بوزاتف L يعني ال L بتاعت ال S بزيرو فال ML بتاعت ال S دايما بزيرو زيها لأن الزيرو ملهوش نيجيتف وملهوش بوزاتف هو القيمة اللي ما بين البوزاتف والنيجيتف أصلا اللي بتفصل ما بينهم فال ML بتاعت ال 0 أو بتاعت ال S دايما بزيرو هو كمان طيب ال P ال L بتاعته بوان فال ML تاخد أرقام من كام لكام من نيجيتف وان لحد بوزاتف وان طيب عشان نروح من نيجيتف وان لبوزاتف وان نعد بايه بالزيرو يعني ياخد نيجيتف وان وزيرو وبوزاتف وان تعالوا نكرر نفس الكلام ده على ال D ال L بتاعت ال D بتاعتها تاخد أرقام من نيجيتف لحد بوزة لان القيمة بتاعت الفالي بتاعتها بتاعت الدي تو والم اللي بياخد ارقام من لحد بوسط في ال. تعالوا نكرر الكلام ده على الاف. الاف الال بتاعتها بتلاتة. فالفاليز اللي هتخدها بتاعت الاف من لحد بوسط في فيبقى البداية بتاعتنا. والنهاية بتاعتنا عند بوسط في طريق بقى هنعدي بايه? نعدي بنيجتف تو ونيجتف وان وزيرو وبوسط في وان وبوسط في تو وبوسط في تاري. ده كده اللي موجودين في الاف. ازا دلوقتي احنا اخدنا تلاتة كوانتم نمبر من خلالهم من خلال الرموز بتاعتهم والارقام بتاعتهم نقدر نحدد الالكترون واقف فين بالزبط. تعالوا نجرب احنا نعرف نعمل الكلام ده ولا لأ. تعالوا نبص كده. لو احنا كتبنا هنا. ان اكوال تو. ال اكوال وان. وام ال اكوال زيرو. نفهم ايه من التلاتة دول? اولا الان البرانس في الكوانتم نمبر. اكوال تو يعني موجود في السكند مين انرجي ليفل. السكند مين انرجي ليفل في اه الكي الاول بعد كده الال. هنلاقي الال ده في الاس والبي. احنا عرفنا انه في السكند مين يعني موجود هنا. طب ال ال اكوال وان. ال اكوال وان دي بتاعت البي كانت الاس بزيرو والبي بوان والدي بتو والاف بثري. دي القيم بتاعت الال. ال اكوال وان يعني هو واقف في البي ده. في التو بي ده. يعني الالكترون واقف في البي ده. احنا هوق بدأنا نستخدم الكوانتم نمبرز في تحديد مكان الالكترون جوه الاترون بالتفصيل. فاحنا عرفنا كده انه موجود في التو بي. خلاص ده استخدمناه. طب البي ده فيه تلاتة اوربتال زي ما اتفقنا بالماجناتك كوانتم نمبر. هو الالكترون بقى واقف في انهي اوربتال من دول ده كان بياخد من نيجيتف وان زيرو بوزيتف وان. الامة اللي هنا بيقول لي الامة اللي اكوال زيرو يعني الالكترون اللي بتكلم عليه واقف هنا. جوه الاربتال ده. طب واقف بقى باصس لفوق ولا باصص لتحت اللي هي هو ده بالزبط اللي بيحدده اخر وهو الاسبين كوانتم نمبر. الاسبين كوانتم نمبر بيعرفنا الاسبين استيت اف الاكترون انسايد اوربتال اما كلوك وايز او انتي كلوك وايز. كلوك وايز بيكون الاتجاه بتاع السهم باصص لفوق وبياخد قيمة للام اس وهو الاسبين كوانتم نمبر اخر عندنا الاسبين كوانتم نمبر اما بياخد لو هو كلوك وايز او او لو هو انتي كلوك وايز. تعالوا نجرب الاربعة كوانتم نمبر مع بعض عشان نبقى خلصنا شرح الاسشن دي واستخدمنا الاربعة كوانتم نمبر مع بعض. نشوف ازا كنا قادرين نستخدمهم ونأبلاي عليهم ولا لأ. لو عندنا الاكترون بالمواصفات دي ان اكوال ثري. ال اكوال تو. ام ال اكوال نجيتف وان. والام اس اكوال نجيتف هاف. حد يقدر يوصف لي الاكترون ده موجود فين بالزبط في الاتم? تعالوا نمسك كده. الان موجود في يعني في الام دي فيها اس وبي ودي. طيب هو وقف فانهي اوربط الاس ولا بي ولا دي نقدر نعرفها من ال ال بتاعته بتو. مين اللي بتاعته بتو? الاس بزيرو والبي بون والدي بتو. يبقى في خمسة هو واقف فانهي اوربط ال من الخمسة دول نعرف منين نعرف باستخدام هو بياخد اركام من لحد بوسطف ال والال بتاعته ديه باتنين يبقى من زيرو بوسطف وان بوسطف تو. هو بيقول لي واقف في الام ال اكوال يعني هو واقف هنا. فالسكند اوربطل ده. طب الاوربطل ده. الالكترون يقدر يقف في باصس لفوق او باصس لتحت مين اللي يحدد الالكترون اللي انا بتكلم عليه بالتفصيل هو الام اس. الام اس هنا يعني الالكترون ده بتاعته بقى الالكترون ده بالتحديد اللي انا بتكلم عليه اللي باصس لتحت. طبعا الاسئلة جوه الجزئية دي لها اشكال كتير جدا هنشوفها الحلقة الجاية في اه حلقة الحل. هنحل كل اسئلة المعاصر ان شاء الله على الدرس ده. وهتنزل الحلقة الجاية على طول بعد ما تتفرجوا على حلقة الشرحة دي. تعالوا نبص اه ازا كنا نقدر على الجزئية دي ولا لا. تعالوا نسامورايز كده الجزئية اللي احنا شرحنوها دي بالكامل ونلم الاربعة كوانتم نمبر في نفس التابل ونفس الصفحة بحيسب عندنا اه جنرال اه كده عليهم كلهم جنب بعض. احنا اخدنا الاربعة كوانتم نمبر بقى ساميهم السيمبلز بتاعتهم هي ان ال وام ال وام اس. وظيفة كل واحد فيهم او مهمة كل واحد فيهم هناخدها لوحدها ال بيحدد المين انرجي وهم سبعة عشان كده الارقام بتاعتهم من واحد لسبعة وبيحدد عدد الالكترون اللي تقدر كل يشيلها عن طريق الرول وقلنا ان الرول دي مش بتشتغل بعد لان بعد بيبقى فيه اكتر من فالاتم بتبقى انستابل اه نتيجة ما بين وبعضها نروح ل زي ما اتفقنا السيمبل بتاعه ال والفاليوس بتاعته هي زيرو وال والتو والثري دي القيم اللي بياخدها الاس والبي والدي والاف اللي هما وعددهم اللي بيحدده السبسدري كوانتم نمبر والشيب بتاعهم كمان الاس شاكلو سفاريكال شيب والبي شاكلو دمبل والدي كومبليكس دمبل والاف كومبليكيتد دمبل برضي نروح ل الماجنيتك كوانتم نمبر الرمز بتاعه مل وهنا في شوية رولز لازم نأكد عليها نقدر نحسب عدد الاوربيتالز جوه البرينسبل انرجي ليفل عن طريق جول ان سكوير يعني تقدر تعرف عدد الاوربيتالز اوربيتالز لالقوض المربعات اللي احنا رسمناها جوه كل مين انرجي ليفل عن طريق انك تشيل الان وتحط مكانها رقم المين انرجي ليفل فتقدر بسهولة تحسب في كام اوربيتالز جوه البرينسبل انرجي ليفل تقدر تحسب عدد الاوربيتالز برضو بس جوه الساب ليفل عن طريق الرول 2L plus 1 دي الرول اللي تحسب لك عدد الاوربيتالز جوه الساب ليفل اللي هم الاس والبي والدي والاف انا عارف ان احنا عارفينهم بس دي الطريقة اللي بنعرف بيها عدد الاوربيتال اللي جوه الساب ليفل باستخدام الرول وعايزين ما ننساش ان كل اوربتل بيتملي باتنين واخر حاجة او اه الكوانتم نمبر اللي بيحدد وهو الرمز بتاعو ام اس بيخد ارقام ونغواتيب هاف لو الا انت妹 هايكون動 هاف. طب امتى بيبقى لما بيجي يعمل مع موجود ببصدف هاف يعني بيحصل اللي احنا بنتكلم عليه ده وهنعرف الكلام ده الحصة الجاية في بكده يبقى خلصنا حصة ومستعدين ان شاء الله ان احنا نحل عليها لحلقة الجاية استنونا في حلقة الحل لحد ما شكوا الحلقة الجاية